هنا بعد فاصل غصير فابغوا معنا حياكم الله عزيزي المشاهدين مجددا يشاركني الحوار اليوم الناشط السياسي أستاذ طالب شلعش حياك الله حياك الله يا أهلا وحياك الله أستاذ طالب بداية نبدأ في حكم محكمة الوزراء اليوم الذي برأت الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق من تهمة التحويلات الخارجية والغريب في الأمر أستاذ طالب أن من اتهم الشيخ ناصر المحمد نائب مسلم البراك الذي كان يدندن بالندوات الجماهيرية أنا أمتلك مستندات عندما ذهب إلى المحكمة قال أنا لم أقول أنها رشاوي ولم أقول ولا أمتلك أي مستندات يعني قير كلامه 100 درجة شنو تعريقك على هذا الحكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هو في الحقيقة طبعا حاليا مو كلامي أنا الشعب الكويتي كله يبي يفهم الناس تريد تعرف هل هذا كان نوع من أنواع التكسب السياسي هل هذا كان هاجس أو واصل فعلا معلومات حقيقية للنائب مسلم البراك وأخفها الآن؟ هل النائب مسلم البراك خدع؟ إذا واصل معلومات ليش ما يقول؟ ممتاز إذا واصل معلومات ليش ما تطلع؟ هو نائب فاضل والكل يعني يقدر خوفه على المال العام وحفظ مال الدولة وهذه رشاوي ما هي شيء بسيط ورشاوي من أعلى هرم السلطة طيب إذا كان مسلم البراك ادعى وكان مخدوع ما فيها شيء مسلم البراك رجل شجاع ومعروف عنه الشجاعة لكن سيد طالب يعني أثبت أنه ما يملك أي شيء يعني حاليا حاليا هو مثلا يقول أنا ما أملك يطلع ويقول أنا أعتذر وأنا أخطأت في حق الشيخ ناصر المحمد وراح يتقبلها الشعب الكويتي بصدر رحب لكن أن الموضوع يبقى معلق ما زال فيه ناس يشكون يقول لك لا ناصر المحمد أصبح صفقة فيه ناس يقولون مسلم البراك باعه واشترى فيه ناس يعني الآن مواضح الأمور لازم يظهر النائب مسلم البراك ما أنا بيقول بعدد ظهوره السابق يظهر فيه برنامج أو برنامجين ويقول شنه اللي حصل بالضبط شنه اللي صار هل المستندات كانت موجودة فقدت سيد طالب يعني خنكون واضحين يعني 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 يفهم المشاهد النائب مسلم البراك حسب ما جاء في الحكم نصيا أنه عندما ذهب إلى المحكمة قال لا أمتلك مستندات وفي السابق قال كنت أمتلك قبل يعني في ندوة بالتحديد خمسة عشرة 2011 قال أنا أمتلك مستندات تدين الشيخ ناصر محمد في التحويلات الخارجية نعم وبالمحكمة قال أنا ما أملك ولا مستند نعم وأنا لم أتهم الشيخ ناصر محمد بالرشاو هذا طبعا خلف ستارة المحكمة لكن عندما يظهر أمام الجماهير عندما يصفقون الجماهير يرعد ويزبت هل تتوقع أنه يمتلك الشجاعة كما طالبته أنه يعتذر ويتأسه؟ يفترض فيه طبعا يفترض فيه لأن الشعب الكويتي ما رح يثق فيه أحد إذا مسلم البراك قال أنا أمتلك وثائق تودي ناس وراء الشمس وين الوثائق؟ واليوم ما فيه وثائق يبين موقفه اليوم مسلم البراك لازم يبين موقفه هل هو كان يمتلك وثائق فعلا أو أنه ما كان يمتلك وثائق وكانت هذه بربقوندة إعلامية صحيح فيه ناس ما رست الشيء هذا فترة الانتخابات توقع الآن الشارع الكويتي وعى أنه ما يقوم به أنه مسلم البراك من الانهامة الإعلامية أو التصريحات اللي مبنية على وهم أنه مسلم البراك رح يشتمر تصديقها أو لا خلاص يعني إذا مسلم البراك طلع وقال أنا أعتذر والرجل أنا مدحته في البداية وقلت ما فيه مثل دماثة أخلاق ناصر المحمد واليوم أعتذر لأن الرجل ما ثبت عليه شيء أنا أقول لك رح يزيد رصيد مسلم البراك لكن إذا مسلم البراك تم ساكت وما وضح وجهة نظرة لا رح يفقد الشعب الكويتي مصداقية في التكتل الشعبي كله مو بس فمسلم صحيح سيد طالب نتغل إلى موضوع أحداث جلسة مجلس الأمة اليوم صراحة أحداث مؤسفة وأنا والله العظيم وأنا أقرأ الصحف أنه فيه كلمات يعني أوقف قبل لا أقرأها لكنها المشكلة طالعة من نواب مجلس الأمة ولازم يعرف الشعب الكويتي شنو مستوى الانحطاط في مستوى الحديث يعني داخل قبة عبدالله السالم للأسف اليوم يعني شهدت لأول مرة طرد نائب من مجلس الأمة لمدة أسبوعين بسبب إساءته وهو النائب محمد الجوهل بسبب إساءته للنائب حمد أمدر شنو تعليقك على أحداث جلسة مجلس اليوم شوف الحقيقة الناس كلها كانت اليوم في أعمالها وفي دواماتها وأنا من ضمن الناس اللي كنت فيه عملي وكنا مجتمعين يعني قاعد نحضر لشيء تربوي حدث راقي جدا لمنطقة الفروانية التعليمية ويشهد الله كنا في قمة السعادة فجأة بجأة أحد الزميلات وانهارت في البشي فلمين حوالها شل موضوع شل سالفة قالت حصل أمر عظيم قلنا لها شنه الموضوع أنا والله توقعت حالة وفاة يعني فقالت أنه صار ضرب في المجلس أو مشادات أو كذا ووصلت إلى حد الكذا وبشأ أحد النواب منه قالوا دكتور حمد المطر أنا أعرف دكتور حمد المطر شخصية غوية جدا الحقيقة والرجل هذا يعني صعب أنه يبكيه شيء بسيط يعني صحيح الموضوع إحنا نقول أنا وإنت نقول والصحافة يقولون أنه عظيم لكن هو الموضوع يعني أكثر من ذلك الموضوع إهانة شعب كامل والله إهانة شعب كامل وإهانة للديمغراطية الكويتية سمعة خارجية صحيح حدث ولا حرج صحيح جريد تلقى بس تقول فضحتونا طيب أنا طبعا بالمناسبة هذه أشكر النائب الفاضل محمد الصقر على موقف الرجول اليوم ويعني لما يقولون أن الأقلية والأغلبية وكذا بيّن أن الرجل يبقى رجل صراحة كان في أغلبية ولا في أقلية لكن سنة طرف حمد أتكلم على الأحداث يعني كانت متوقعة يعني بعد والدراماتيكية ومرتبة ومنظم تنظيم عجيب ترى في لها ترتيب سابق وإنت تدري أنا قاعد معك وقايل لك أصلا حوار خاص بين وبينك قلت لك راح تتصعد الموجة تذكر الكلام هذا أستاذ محمد شوف هو القادم أسوأ وأنا قلت في أحد اللغاءات أيضا قلت لك القادم أسوأ الآن الناس متوقعين أنه وقفة تحد الحركة التي سواها لا لا فيه شيء أكبر راح يصير لكن أنا طلبي صراحة من النواب الأفاضل أن يحذون حذو النائب الفاضل محمد الصقر اليوم ويلتزمون في أخلاقيات المجتمع الكويتي أستاذ طالب لكن اليوم شفنا النواب صحيح يعني ما صدر يعني فعل مشين من نائب محمد الجواهر لكن النواب أيضا نزل صدر منهم كذلك نفس نزلوا إلى مستوى حوار يعني متدني بشكل كبير إلى يعني مستوى كلمات لا تقال الأمام صحيح صحيح ليش يعني المجتمع الكويتي وصل إلى هذه الألفاظ اللي موجودة في المجتمع لكنها موجودة للأسف عند بعض النواب بعض من الشعب الكويتي عطى دافع للنواب أن يسوون هذا الشيء بعض من الشعب الكويتي شون السابق؟ يشوفه شجاعة أو بطولة أو كذا رغم أنه أنا شايف أنه موقف الدكتور حمد وهو موقف الشجاع اللي حتى في التصويت على طرده رفض يصوت قال لك المسألة صايرة شخصانية معي فأنا ما بيدخل في هذا الموضوع المعنى كان ممكن تغفر بعض الأمور السابقة بعض الأمور السابقة راح يوقف النائب محمد الجوهل وغيره لكن لما أنا أتجاوب معاها وفرد عضلاتي وابين البطولة راح يين نائب هذا نفسه وغيره من النواب يحاول يعمل هذا الشيء وأكثر صحيح كل واحد على حساب منه طبعا صحيح على حساب المجتمع وعلى حساب التربية نحن قاعد نشوف الجيل الحالي أصبح ياخذ حقه بيده صحيح هذه المصيبة نعم السيد طالب يعني الغريب في الأمر اليوم النواب قاعد تكلمون على النائب محمد الجوهل وعلى حدث داخل مجلس الأمة نعم نشوف النائب مسلم البراء نرجع لمسلم البراء نعم أنه يذهب إلى أبناء الأسرى الحاكمة يعني كل مشكلة يضع أبناء الأسرى الحاكمة اليوم قال أن هناك أربع من أبناء الأسرى الحاكمة هم من يدفعون النائب الجوهل يعني بالمناسبة أعزائي المشاهدين الشيخ فيصل النواف قبل غليل أصدر يعني نفي قاطع لما قاله النائب مسلم البراء في قبة عبد الله السالم أنه يدعمه بالمستندات نفي قاطع أنه لم يتدخل في هذه القضية نهائيا وأن ما يحدث تصفيات سياسية ولا له شأن في ذلك نشوف النائب مسلم البراء يذهب إلى أبناء الأسرى الحاكمة شنو تعليقك على يعني يعني ذهاب النائب مسلم البراء يعني بدون النواب كلهم يعني يذهب إلى دائماً للأسرى الحاكمة ويحاول تجريحهم ويحاول ضربهم النائب شو اسمه وزير محمد العبد الله يقول إذا عندك شيئاً نائب مسلم البراء اذهب للنيابة فعلاً يعني لا يذهب للنيابة ولا يقدم أي بلاغ ولكن يدندن على هذه الأمور شون تعليقك سيد هو الظاهر أن مسلم البراء يمون على شوخ نوايد يعني شوف هو في طبيعة الحال الشيخ نواف شونه قال قال أنا ما قابلت محمد الجوهل ولا جلست معه لا قابل ولا الآن فهلاً شيخ فيصل نواف قال الكلام هذا فمن الطبيعي من الطبيعي أنت لما تضرب شخص عادي الناس ما تنتبه لك صحيح لما تضرب شخص بارز أو مميز الناس كلها بتلتفت صحيح وتسمع الكلام منك أنا أعتقد أن مسلم البراء يحاول لفت الانتباه إلى أن النائب محمد الجوهل مدعوم وإحنا كلنا ندري أنه ما في إنسان يطلع صدفة بالزخم هذا وينجح وكذا إلا كان وراء ناس يرتبون له ويخططون له ويطلعون لكن مو هذا السؤال اللي المفروض يسأل النائب مسلم البراء مفروض يسأل وين تبون توصلوننا الطرفين الطرفين وين تبون توصلوننا هل معتقدين أن في هذه الطريقة تكفر الناس في الديمقراطية هل معتقدين في هذه الطريقة أن الناس تترك البلد لهم صحيح لكن سيد طالب يعني ليش يروح للإسرى الحاكمة على أطول على أبناء الإسرى الحاكمة وبناتهم اليوم شفنا زج أسماء يعني من الأبناء أنا أحزنني صراحة ذكر الموضوع هذا خصوصا أن مسألة الأخ وأخته وكذا يعني هذه عملية مزعجة ولا هي صراحة من أخلاقنا أنت بيت كلمة سيد طالب يعني فعلا يعني يبحث عن يعني الشهرة وفرد العضلات ولفت الانتباح عن طريق ذكر أبناء الإسرى الحاكمة يعني ذكر أشخاص ثانيين فتصبح لهم أمور عادية نعم قد تكون أيضا في مساهمة أيضا من أبناء الإسرى الحاكمة أنا أعتقد الشيء هذا لسبب لأن أبناء الإسرى الحاكمة إذا يمتلك أي دليل أنا أقصد شيء آخر أنا أقصد أن البعض من أبناء الإسرى الحاكمة يتغاضون عن حقوقهم مع الكل مع مسلم البراك وغيرها صحيح والسبب شنو إحنا ما نبي مشاكل لا يا أخي حط حد للمشكلة صحيح بيّن قول أن أنا بريء وهذا دليلي وهذا دليلك أنت شنو عطني بيّن خل الناس تفهم صحيح اليوم كثير من الشاب الكويت يشك في الأربع سماع هذه صحيح فيه ناس يشكون يا أخي اثبت وضح نفس ما أوضح الشيخ نواف فيصل نواف نعم الشيخ فيصل النواف لما أوضح التوضيح هذا الآن أنت عندك أحد الخيارين يا أما تصدق هذا أو ذاك صحيح خلص انتهينا ما في حل ثالث أما الحل الثالث اللي هو المسألة تبقى عائمة هذه مشكلة كبيرة لازم ينحط لها حد صحيح سيطالب نذهب إلى محور آخر وهو كثرة الاستجوابات اليوم النائب بيد الوسمي يقول أنه سيستجوب وزير الداخلية نائب الحربش وشخير والوعلان سيستجوبون وزير الدفاع كثرة الاستجوابات وهذه استجوابات من يعني كلهم نواب الأقلبية وعندنا استجواب الشمالي تقريبا المدرس بسبوع القادم فتوقع يعني بكثرة هذه الاستجوابات ستعصف بالعلاقة بين السلطتين هو الآن العلاقة بين السلطتين وسط لا هي جيدة ولا هي سيئة لكن قاعد يحاول وزير الإعلام أنه يلطف العلاقة وقاعد يلعب دور فعال في هذا الشيء المشكلة وين تكمن لما تجي تقول لي أنا بستجوب وزير الداخلية شنه المشكلة اللي تهم المواطن الكويتي اللي أنت هاي تستجوبه هل ازدحام المرور هل انفلات الأمن هل بعض الرشاوي في بعض الإدارات ومعروفة لدى الجميع استجوب على شيء مستحق خل الناس توقف معاك قبل ما يوقفون النواب أما كثرت الاستجوابات احنا طبعا ما نقدر نحكم نقول بدون معنى لأن احنا مو داخل القاعة ولا ندري شنه اللي قاعد يصير داخل لكن اللي أنا متأكد منه أن اللي قاعد يصير داخل مو لمصلحة المواطن مصلحة شخصية مصلحة شخصية تعتمد على أفكار تيارات أحزاب تكتلات الإطاحة بالحكومة الحالية والهدف الأسمع عندهم الإطاحة بالحكومة الحالية حتى نواب الأغلية فيه من نواب الأغلبية الأغلبية فيه من نواب الأغلبية قاعد يحاولون إسقاط الحكومة بطريقة اللدغ بالإبرة الخفية هذه نعم سيد طالب يعني غريب وتساءل الشارع الكويتي أن نواب الأغلبية يملكون 35 ناعب يعني أي قانون يريدون تشريعه يعني بإمكانهم تصويت عليه وأغراره بدون الذهاب أي حتى نواب الأغلية نعم ليش يذهبون إلى الاستجوابات وليش يعطلون الحياة البرلمانية في الكويت ليش يسوون الضوضاء هذه كلها هذا التساؤل يعني موجود يعني كل دوانية تروح ليش يسوون شديد يعني خاصة النواب الأغلبية نعم أقول لك حقيقة مرة فضل لو قام المجلس الآن وحل كل مشاكل الكويتيين من يروح يصوت في الانتخابات الآية ما في حد صحيح ما حد راح يروح يصوت لازم تبقى بعض المشاكل عالقة يعتاش عليها الضعاف من النواب هل تفكر أن المجلس كلها نواب